طبعا ناس كتير سألتني مبارح قالوا هو انت ازاي عم ترجع من الاجازة وما تجيبش سيرة ابن الغفير ولا سموتريتش والمستنقع الحكومي بتاع اسرائيل فلما اكرر كلامي هو صياحهم طرب ما ما تغير شكل الصياح فما بيتغير معاه شوية الطرب فبعد الهجوم الايراني بتاع مبارح خدت بعضي كده وروحت لفيت على الصحافة الاسرائيلية الحسابات المستنقع الحكومي وعضاء الكناسة برضو بسيط عليهم لحسبتوا لقيتوا سموتريتش اللي هو وزير المالية اللي تطاول على مصر لو انتوا فاكرين واحد من اقبح الوجوه الحكومية واكثرها تطرفا قال انه لازم يشكر امريكا رغم الخلافات في غزة لكن شكرا لصديقتنا امريكا نقدر مع بعض ندير الخلافات شهر العسل وده كلامه رجع تاني وبيقول احنا في لحظة حقيقة ولازم نعرف ازاي نتكاتف خصوصا ان عيون الشرق الاوسط علينا هي قال الجملة في منتهى الخبس والشر قال اذا تردد صدى ردنا على ايران في الشرق الاوسط سننتصر لاجيال قادمة واذا ترددنا سنضع انفسنا واطفالنا في خطر وجودي مباشر جملة زي دي بتلخص فكر اسرائيل بالكامل فكر عصابات عارفين من الافلام اللي كنا بنشوفها المغول لما كانوا يدخلوا بلد فيدخلوا يدمروها ويدبحوا الناس عشان البلاد التانية تخاف وترتجع هما دول مغول العاصر بس لو حضراتكم قريتوا شوية في التاريخ كنتم او حتى شفتوا افلام ابيض واسود فانتو عارفين ان المغول بكل جبروتهم اتكسروا على صخرة مصر مصر كانت هي اللي قضت على هذا النوع من الافترة زي اللي بتكلم عنه سموتريتش ولو سموتريتش فضل يتكلم على ده فاعتقد ان صخرة مصر هتجيبه نصين الراجل بيعترف ان صدى الضربة لازم يتنقل لدول الشرق الاوسط عشان يعملوا حساب للاجيال الجاية طب يا مش الاجيال اللي عندكم عامل حساب الضربة العظيمة اللي حصلت بقالها نص قرن وفي ناس من ضمنهم انت ما كنتش اتولدت وعملالك عفوا في اللفظ واوا هو انت اللي الدراجا دي على عينك يا تاجر ثم انا مش متفاجئ من شهر العسل الامريكاني الاسرائيلي بايدن بيبقى ولية نعمتكم بمذابكم ويبقى راجل خرفان وعنده زهايمر بمذابكم امريكا بتبقى صديقة بمذابكم وبتبقى ملهاش الحق انها تملي عليكم الشروط وتتدخل وتتطلب وقف اطلاق النار او تسهل دخول المساعدات بمذابكم برضو تمثلية هبطة طب نروح لبني جانس ده عضو حكومة الحرب قال ايران استضمت بالجهاز الامني الاسرائيلي لكن ده ما يمنعش ان ايران مشكلة عالمية وتحدي اقليمي وبتشكل خطر واضح على اسرائيل والعالم وقف جنب اسرائيل ضد ايران وده انجاز استراتيجي يجب استثماره لمصلحة اسرائيل هو ده اللي بقولكو عليه الخوف والقلق ان هم صرفوا النظر عن قضية غزة صرفوا النظر عن المدابح والمجازر اللي بيعملوها في خلال 24 ساعة من تصليط الاعلام وابعاد الكاميرات والاضواء عن قضية غزة طبعا نيجي لنجم نجوم المستنقع الحكومي رجل شبه الدولة الاول اله التطرف في العصر الحديث اتمار الشهير بابن الغفير عمل فيديو وقال لازم الرد الاسرائيلي يبقى رادع ما ينفعش نضرب الصحراء زي ما كنا بنعمل السنين اللي فاتت في غزة مفاهيم الموأمة والكلام ده انتهى يوم 7 اكتوبر لازم نخلق قوة ردع في الشرق الاوسط وعلى صاحب البيت الرد بجنون صاحب البيت هو على اساس ان انتو صحاب البيت انا وبيت الشرق الاوسط يعني ولا فلسطين ولا ايه ولازم ترد بجنون ما انتو مجانين وبتردوا بجنون بتخصفوا الصحراء اما التلاتين الف شهيدوا لا ايه يا ابن الغفير فخور بانكم بتردوا بجنون احنا يعني لو مش في واقع مجنون الراجل ده كان لازم يبقى مكانه السجن مش طالع على الشاشة وبيتكلم بالمنظر ده التايمز اوف اسرايل كانت فرحانة جدا باكتشاف صحفي في بي بي سي قال ان التليفزيون الايراني بث فيديو بيظهر الضمار في اسرائيل بسبب الهجوم اعرضوا لجماعة الفيديو ده عشان انتو عرضتوه في البداية قلتلكم شلوه قالك لا ده